السلام عليكم إن شاء الله تكونون بخير طلاب اليوم عندنا ثاني ثاني نوع من المساحات أو من موضوعنا اللي بدينا به اللي هو كان اسمه المساحات فأخذنا النوعية الأولى من المساحات اللي هي مساحة منطقة محددة بالمنحني ومحور السينات بمنحني دالة ومحور السينات اليوم عندنا ثانيا مساحة المنطقة المنطقة المحددة بالدالتين يعني اليوم عندنا ثاني موضوع من موضوع المساحات ويخلص مساحة المنطقة المحددة بكم دالة؟ بالدالتين يعني على سبيل المثال أنا عندي هذا منحني دالة معين وعندي دالة أخرى على سبيل المثال في هالشكل طبعا هذا منحني وهذا مستقيم لكن المستقيم أيضا دالة فبالتالي صارت عندي منطقة مغلقة أنا ممكن أحسب مساحتها طبعا مشرط يكون عندي مثلا دالة ومستقيم عفوا منحني ومستقيم ممكن الدوال مالتنا اثنين عبارة عن منحنيات مثلا عندنا هذه دالة وهي مثلا دالة الساين دالة الكوساين مثلا تجي مننا بهالشكل هذا تبدي مننا إلى آخر فصارت عندنا منطقة 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 متقاطعة يعني دول الدوال كونوا مناطق مغلقة سواحد يقول لي بس دولي وين محور السينات بالضبط لكن احنا نقصد مثلا حساب هذا المنطقة اللي هنا سيصير تمام وهكذا المهم الفكرة انه المنطقة اللي راح نحسب مساحتها متكونة بين دوال الاثنين طيب ملخص الموضوع وهو يقول بهذا الموضوع نكون دالة جديدة اهاي الدالة جديدة اللي تكون مثلا نسمها رأيكس على سبيل المثال راح نسميها منه رأيكس وهي عبارة عن حاصل طرح الدالة اللي راح ننطيك فنحن ننطيك دالتين وحدة سمها اف وحدة سمها جي مرات اثنين هني سمها نواي المهم يعني اني راح اطرح بصراحة وما يفرق عندي اخلي اي وحدة بالبداية طيب وكما بعد ما تصير دالة وحدة قال وكما في ايجاد المساحة المحددة بالدالة الواحدة ومحور السينات يقصد ونفس موضوعنا اللي فات فانت اذا ضابط ذاك الموضوع فاليوم مهمتك الاولى هي الدوالة الاثنين تسويه دالة وحدة والباقي هو كل يعادة نبدي بالأسئلة سؤال الاول جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحني والمستقيم هذا الحل نكون دالة جديدة ولتكون الدالة جديدة Rx وهي عبارة عن حاصل طرح الدالة يعني الاولى جذر x ناقص الثانية x صارت عندنا دالة شيني دالة جديدة بعد شغلك على الدالة جديدة فأولا انصفرها فراح اصير عندنا جذر x ناقص x يساوي صفر بعدها بعدها لازم نحل المعادلة ونطلع قيم x طبعا هنا الأفضل انه اخلي جذر واحدة بجهة وال x احول 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 منا فتصير موجب x حتى اقدر اربع الطرفين واخلص من الجذر والذي انتشان اكو غير طريقة اي نعم اكو غير طريقة انه نكتب جذر x في جذر x ونسحب جذر x عامل مشترك لكن هذي افضل نربع الطرفين حتصير عدنا x ومنا راح يصير عدنا x تربيع ارجع صفر الدالة من جديد x ناقص x تربيع يساوي صفر هس اقدر احل العادي x مشترك يبقى انا واحد ناقص x يساوي صفر اذا اما x تساوي 1 اذا عندي قيمتين لل x طيب انا ما عندي فترة ولا عندي مستقيم ين فبالتالي قيم x ناخذهم فقط فقيم x هنا الصفر والواحد يعني عدنا منطقة وحدة اسمها اي فهاي المنطقة راح نكاملها من صفر الى واحد نكامل يا دالة الدالة جديدة طبعا وليزين اللي يشمو الاولى ماين فعد كامل الاولى جاي يقول لك المنطقة مكونة او محصورة بين ذول الدوال الاثنين فالدالة مالتنا الجديدة اللي هي جذر x ناقص x dx صار موضوعنا تكامل محدد نعوف التكامل بين ما نجهز الدوال فال x هاي نحول الى صيغة وسية جذر x ناقص x dx هسا كامل هاي الـ x 1 على 2 راح نصير 3 على 2 على 3 على 2 هاي الـ x راح نصير x تربيع اليمن على 2 وراح نحسب ها كلها بال 1 وبال صفر طبعا هذي راح اقلب ها وارد تبه 2 على 3 هاي ارجعها تحت الجذر التربيعي x تكعيب ناقص x تربيع اليمن على 2 الحد هساني ما معوض سعاد ابدأ اعوض مرة بال واحد ومرة بالصفر لما اعوض بالواحد راح اصير عندنا واحد اعوض هنا واحد تكعيب واحد يطلع نجذر التربيع يبقى 1 1 2 على 3 2 على 3 ناقص اعوض الواحد هنا 1 تربيع 1 على 2 يبقى 1 على 2 ناقص بالصفر راح يصير عندنا صفر طيب هسا راح نسوي انوحد المقامات على 6 6 على 3 2 2 2 2 4 6 2 3 3 3 1 3 4 ناقص 3 1 6 بيونت تربيع بهذا الشكل هذا اعزائي طيب هسا نبدأ نحل السؤال الثاني اذا تلاحظون انو موضوعنا اليوم هو نفس موضوعنا يعني اصلا نفس الحلول ونفس الاشياء اللي حتيناها كل الفكرة انو اليوم احنا نسوي دالة وحدة وبعدين نشتغل عليها فمثلا عندنا بالسؤال الثاني يقول جد مساحة المنطقة المحصورة هاي المنطقة بين المنحن هذا فأولا نكون دالة جديدة ولتكون الدالة جديدة Rx Rx هي حاصل طرح الدوال الاثنين الاول اللي هي X تكعيب والثانية اللي هي X تمام صارت عندنا دالة جديدة بعد نروح نصفرها بداية Rx تساوي نصفر اذا راح تصير عندنا X تكعيب ناقص X تساوي نصفر نسحب X مشترك فيبقى X تربيع ناقص واحد يساوي نصفر اجي احلل هاي فرق بين مربعين X بX ناقص بزائد واحد بواحد اذا قيم X اللي راح يطلع هنا اما X تساوي صفر هاي اول قيمة او X تساوي واحد هاي ثاني قيمة او X تساوي سال بواحد هاي ثالث قيمة طبعا هنا انا مضطر ااخذ القيم كله لان ما عندي فترة ولا عندي مستقيمين فبالتالي ارتب القيم تصاعديا سالب واحد بصفر بواحد يعني عندي منطقتين المنطقة الاولى بين السالب واحد والصفر يعني هاي الفترة الاولى مالتها اما المنطقة الثانية من الصفر الى الواحد روح نحسب المساحة الاولى اللي هي من سالب واحد الى الصفر اكامل الدالة الجديدة اللي هي اكس تكعيب ناقص اكس دي اكس اكاملها راح تصير اكس اربعة على اربعة هاي الاكس راح تصير اكس تربيع على اثنين تكامل دالة عادية لذلك نقدر نكامل بدون شروط نعوذ مرة بالصفر ومرة بالسالب واحد راح اعوذ بالصفر فلما اعوذ بالصفر صفر هنا وصفر هنا يعني راح ينطيني صفر ناقص اعوذ بالسالب واحد سالب واحد اوس اربعة واحد على اربعة سالب واحد تربيع واحد على اثنين ماشي طيب ويساوينا هاي سالب برا القوس عدنا واحد على اربعة ناقص واحد على اثنين راح يصير سالب واحد على اربعة ليش لان الواحد على اثنين نص وهاي ربع من النص لما ننطلع ربع يبقى ربع بس لان هنا صغير ناقص كبير يعني سالب ربع عدنا سالب برا راح تسويها موجب ربع تمام المساحة الثانية هي من صفر الى واحد واكامل الدال الجديدة فتكاملها نفس التكامل طبعا اكس أربعة على اربعة ناقص اكس تربيع على اثنين فنعوض بالواحد مرة والصفر مرة فنعوض بالواحد فرح يصير واحد على اربعة لان واحد اوس اربعة هو واحد ناقص هنا واحد تربيع هو واحد على اثنين إذن عوضنا بالواحد ناقص نعوض بالصفر النتيجة هي صفر تمام طيب هس طبعا راح أجي أقول ربع ربع ناقص نص راح يصير السالب ربع فصار عندنا مساحات اثنين فنلقى المساحة الكلية نوجد المساحة الكلية هي عبارة عن حاصل جمع المساحة لكن تحت المطلق طبعا المساحة الأولى هي ربع طلعت عندنا والمساحة الثانية هي السالب ربع فيطلعنا من المطلق ربع زائد ربع ربع زائد ربع نص ساوي نص يونت تربية طبعا أعزائي راح تشوفون أنه أنا أحيانا بالملزمة أخلي مطلق وحتى هو بالكتاب أحيانا يخلي مطلق منها مثلا يخلي المطلق هاي باعتبار راح يطلع النتيجة موجبة نفس القضية يخلي مطلق هنا هنا بالأخير هاي هي تطلع موجب فلما نجي أجمع المساحة بالأخير راح أكون أجمعهم بدون المطلق باعتبار أني خليت المطلق أصلا من البداية وطلعت القيم موجبة فأجمعهم جمع عادي سؤال الثالث جد المساحة المحددة بالدالة يريد المساحة المحددة بالدالة والدالة الأولى يساوي تحت الجذر التربيعي X ناقص 1 والدالة الثانية Y تساوي 1 على 2 X وعلى الفترة 2 بخمسة طبعا بالبداية أهمنا هو الدالة الجديدة فنكون دالة جديدة وهي عبارة عن R X وهي عبارة عن حاصل طرح الدوال الاثنين الأولى اللي هي جذر X ناقص 1 والثانية اللي هي 1 على 2 X فهسا إحنا كوننا دالة جديدة بعد ما كوننا دالة جديدة نجي نصفر الدالة الجديدة حتى نطلع قيم X فلما نجي نريد نصفر هاي الدالة فراح يصير عدنا جذر X ناقص 1 ناقص 1 على 2 X يساوي نصف بعدها المفروض إحنا شنسوي نحل هاي المعادلة ونطلع قيم X ولأن المعادلة تحتوي على جذر فننقل هذا منك على مود الجذر يصير واحدة مثل ما حجينا قبل شوية نربع الطرفين هذا راح يصير X ناقص 1 وهي راح يصير 1 على 4 X تربيع صحيح بما أنه عندي كسر فنتخلص من الكسر ذلك بضرب المعادلة كلها في 4 فراح يصير عدنا 4 X ناقص 4 يساوي منك X تربيع أصفر المعادلة X تربيع بقيتها بمكانها هاي الأربعة أكس يجيبها تصير سالب 4 X هاي السالب 4 تصير موجة بربعة يساوينا شنو صفر بعدها طبعا راح أحلل بهالشكل هذا فX بX ناقص تنزل ناقص في الزائد ناقص الأربعة هي عبارة عن 2 في 2 وبما أنه القوسين من الشابهات عنده ضرب تجمع الأسس مالتهم فتصير عندنا قوس تربيع يساوينا صفر يأخذ جذره تربيعي X ناقص 2 يساوينا صفر طبعا أخذت الجذر حتى أخلص من التربيع إذن الـ X راح تطلع قيمتها 2 طلعنا قيمة X نروح نشوف هل هي تنتمي للفترة نعم تنتمي للفترة 2 5 لكنها لا تجز يعني مرح تجينا مناطق أخرى هي منطقة وحدة من 2 إلى 5 والمساحة مساحة وحدة فراح يكون مساحة هاي الدالة من 2 إلى 5 نكامل الدالة الجديدة اللي هي مني جذر X ناقص 1 حذر X ناقص 1 ناقص 1 على 2 X هاي هي دالة وحدة نكامل هاي طيب شلون نقدر نكامل هاي الدالة أولاً أولاً أروح أرتب الدوال اللي عندنا هاي الحد وعبارة عن دالة مرفوعة إلى أسس لأننا راح أحول الجذور إلى أسس أما الحد الثاني فهو حد بسيط ممكن نكامل اعتيالي إذن نبدأ بمرحلة التكامل بالنسبة لهاي الدالة أو الحد الأول اللي هي عبارة عن دالة أسية مشتقد داخل القوس واحد موجودة يعني فما دام مشتقد داخل القوس موجودة فنكامل أس الدالة وراح يصير عدنا واحد زائد اثنين ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين أما هاي فراح يصير عدنا واحد على اثنين تنزل الـ الـ راح تصير اكس تربيع على اثنين لاحظوا عزائي خمسة وباثنين أردتبها قبل لاعوض هاي نقلبها تصير اثنين على ثلاثة شذر التربيع اكس ناقص واحد تكعيب منها راح تصير عدنا واحد على اربعة اكس تربيع ونعوض مرة خمسة ومرة بمن بالاثنين طيب هسه تبدي مرحلة التعويض فنعوض برقم خمسة خمسة ناقص واحد راح يصير اربعة الاربعة تطلع من الجذر التربيع تطلع اثنين بس لا تنسون اثنين تكعيب ناقص اعوض هنا واحد على اربعة خمسة تربية خمسة وعشرين هسه انا عوضت بمن بالعدد خمسة ناقص اعوض بمن بالاثنين اثنين ناقص واحد واحد الواحد يطلع انكعبه يبقى واحد هنا اثنين اثنين تربية اربعة بهالشكل هذا طيب اثنين تكعي بثمانية ثمانية في ثنين ستعش على ثلاثة هنا خمسة وعشرين في واحد خمسة وعشرين على اربعة ماشي هذا بالنسبة للقوس الاول القوس الثاني عندي اثنين على ثلاثة في واحد اثنين على ثلاثة الاربعة والاربعة تروح صح فعدنا ثلاثة في سالب واحد سالب ثلاثة وموجة بثنين سالب واحد على يمن على ثلاثة طيب راح يصير عدنا ستعش على ثلاثة ناقص خمسة وعشرين على اربعة السالب في السالب موجة بواحد على ثلاثة اوحد المقامات على اثنعش اثنعش على ثلاثة اربعة اربعة في ستة عشر اربعة وستين نعش على اربعة ثلاثة ثلاثة في خمسة وعشرين خمسة وسبعين نعش على ثلاثة اربعة اربعة في واحد اربعة طيب اعزائي هنا راح شنسوي نقول اربعة وستين وموجب راح يصير سالب 7 على 12 طلعت المساحة طبعا بالسالب وأني ما عندي غيرها فبالتالي أخذ لها مطلق راح يصير مطلق السالب 7 على 12 يعني 7 على 12 يونت تربيع أو ترجع تأخذ المطلق للكل فالنتيجة أصلا راح تطلع بالموجب طيب سؤال رقم 4 أيضا دالةين وطالب من عندي المساحة المحددة بالدالةين ذولي فالخطوة رقم 1 نكون دالة جديدة ولتكون هذه الدالة جديدة وهي عبارة عن حاصل طرح الدوال الاثنين اللي هنا X4-12 ناقص X تربية نرتبها أكثر إذن RX يساوي X4 ناقص X تربيع ناقص 11 حتى أن هذا السؤال امتحناكم به البارحة بالمساحة المحددة بالدالة الواحدة ومحور السينات أصفرها بعد صارت عندنا دالة هياتها قدامكم دالة جديدة تمام صفرناها حتى نطلع قيم X في X4 ناقص X تربيع ناقص 12 ساوي نصف بالنسبة لهذه فراح نحللها بالتجربة إذن X تربيع X تربيع ناقص ناقص في ناقص موجب إلى 12 4 ب3 تمام هسا طبعا نقول أما أو فأما X تربيع ناقص 4 يساوي 0 يؤدينا إلى أنه X تربيع يساوينا 4 إذن X تساوينا موجب أو سالب 2 أو X تربيع زائد 3 يساوينا 0 لكن X تربيع زائد 3 مثل ما تعرفون لا تساوي 0 طيب قيم فترة ما عندي مستقيميا ما عندي إذن أنا عندي بس قيم X وقيم X راح تصير من سالب 2 إلى 2 المساحة الأولى وماكو غير هاي المساحة يعني فشون نقدر نحسب المساحة نروح نكامل من سالب 2 إلى 2 الدالة الجديدة هاي اللي هي X أس 4 ناقص X تربيع ناقص 12 DX طيب إن كامل راح تصير X أس 5 على 5 ناقص X تكعيب على 3 هنا راح تصير 12 X فنبدأ نعوض مرة بال2 ومرة بالسالب 2 لما نعوض بال2 راح أصير عدنا 2 5 يعني 32 على 5 2 تكعيب 8 على 3 2 12 12 24 ومرة بال2 ناقص أعوض بالسالب 2 سالب 2 5 راح أصير سالب 32 على 5 سالب 2 تكعيب سالب 8 عدنا سالب راح أصير موجب 8 على 3 سالب 2 في سالب 12 موجب 24 ندخل السالب على القوس راح أصير 32 على 5 ناقص 8 على 3 ناقص 24 هيا راح أصير موجب 32 على 5 سالب 8 على 3 سالب 24 دخلت السالب ضربت بالحدود كلهن هنا عدنا 32 على 5 و32 على 5 مقامات موحدة 5 32 و32 64 عدنا سالب 8 على 3 وسالب 8 على 3 راح أصير على 3 سالب 8 وسالب 8 السالب 16 سالب 24 وسالب 24 سالب 48 مقامها 1 من واحد المقامات على 15 15 على 5 3 3 في 64 100 و92 و92 15 على 3 5 5 5 في 16 80 مصطعش على 1 و15 في 48 720 سالب سالب 80 وسالب 720 سالب 800 سالب 800 وموجب 192 سالب 608 على 15 لأنه أنا أريد مساحة بالموجب فسالب 608 على 15 خليتها بالمطلق إذن 608 على 15 يون التربية في الشكل هذا طيب نحل أسئلة أكثر حول المساحة المحددة بمنحني دالتين سؤال رقم 5 من الأسئلة المهمة والتي متكررة بالامتحان الوزاري نجد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنين اللي هو المنحن الأول fx تساوي cosx المنحن الثاني gx تساوي sinx طيب أول ما نبدي طبعا عندنا فترة هنا نكون الدالة جديدة اللي هي عبارة عن cosx ناقص sinx هاي وحدة بعدين الدالة جديدة طبعا نصفرها وراح تصير cosx ناقص sinx يساوي نصفر بعدين طبعا نحل المعادلة ونطلع قيم x لكن ننتبه هاي المعادلة شوية بفكرة أولا نحول sin منك فراح تصير cosx يساوي sinx ماشي هنا احنا عندنا خيارين الخيار الأول اللي يمسوي بالكتاب طبعا هو نقسم على cos فمنا صاير واحد منك صاير عدنا sin على cos sin على cos هو tan tan x يساوي واحد هاي الخيار الأول الخيار الثاني انه ما اقسم على cos ولا اقسم على sin اربع الطرفين لبلزيين ربعناهن هاي اش راح تصير cos تربيع يساوي sin تربيع ارجع اصفرها راح تصير cos تربيع ناقص sin تربيع يساوي صفر cos تربيع ناقص تربيع هاي علاقة اللي هي cos 2x يساوي صفر وينحل السؤال سهل ايضا سمام هسا احنا طبعا حلينا مثل حل الكتاب والضبط هنا طبعا لازم يشوف يا زاوية تانها واحد فزاوية الاسناد هي 45 لان الزاوية اللي اللي تانها واحد هي 45 سميناها زاوية الاسناد لان احنا متفقين زوايا الاسناد هي 45 وال 30 وال 60 هذول يعتبرون زوايا اسناد طيب بعدها راح نروح نشوف هاي الزاوية مالتنا بها ربع هاي ال45 بما انه التان موجب التان وين موجب موجب في الربع الاول والربع الثالث فالاكس تقع في الربع الاول والثالث ليش بالربع الاول والثالث لان التان هو حاصل قسمة الساين على الكوساين حاصل قسمة الساين على الكوساين فبالتالي الساين والكوساين بالربع الاول موجب فالتان هم راح يكون موجب بالربع الثالث الساين والكوساين اثنين هم سوالب فحاصل قسمتهم موجب طيب بالربع الاول شنو قانون الربع الاول اذا تذكرون تقولون تساوي زاوية الاسناد اذن بالربع طبعا هاي تنتمي للفترة مالتنا من سالب باي على اثنين وتجزئ ايضا بالربع الثالث ثانيا بالربع الثالث باي زائد زاوية الأسناد 4 في باي 4 باي زائد باي 5 باي على 4 هاي طبعا شبيه ما تنتمي للفترة مالتنا سالب باي على اثنين وباي على اثنين تمام هنا احنا شراح نسوي نقول يا ابا الفترة مالتنا الكلية من سالب باي على اثنين الى موجة باي على اثنين القيمة الوحيدة اللي انتمت وجزأت هي مني هي الباي على اربعة الباي على اليمن على اربعة طيب الباي على اربعة هي اللي قسمت الفترة يعني عندنا مساحتين مساحة اولى مساحة ثانية المساحة الاولى هي من سالب باي على اثنين الى باي على اربعة نكامل الدالة الجديدة رx اللي هي هاي كوسين ال x ناقص سين ال x هاي هاي الدالة الجديدة كوسين ال x ناقص سين ال x tx أكامل الكوسين ساين الساين سالب كوسين أنا عندي سالب وموجب كوسين أعوض بالبي على أربعة وبالسالب ببي على اثنين أعوض الباي على أربعة راح يصير ساين الباي على أربعة زائد كوسين الباي على أربعة ناقص أعوض هاي فراح يصير ساين السالب باي على 2 زائد كوساين السالب باي على 2 تمام ساين ال45 واحد على جذر 2 كوساين ال45 واحد على جذر 2 ناقص سالب بالساين تتقدم يعني راح يصير عندنا سالب ساين التسعين واحد كوساين التسعين صفر هنا مقامات موحدة جذر 2 واحد زائد واحد اثنيا هنا عندنا سالب السالب موجب واحد هاي الاثنين الفوق نكتبها جذر 2 في جذر 2 على جذر 2 زائد واحد نختصر واحدة منهم اذا المساحة الاولى جذر 2 زائد واحد هاي المساحة الاولى المساحة الثانية هي من باي على 4 الى باي على 2 نكامل الدالة نفسها كوساين ال-x ناقص ساين ال-x dx التكامل نفسها هيصير ساين ال-x الساين سالب كوساين وانا عندنا سالب اذا موجب كوساين ال-x نعوض بالباي على 2 وبالباي على 4 فاعوض بالباي على 2 راح يصير ساين الباي على 2 زائد كوساين الباي على 2 ناقص ناقص اعوض بال-45 ساين الباي على 4 زائد كوساين الباي على 4 تمام ساين التسعين واحد كوساين التسعين صفر ناقص الساين ال-45 طبعا هنا تكتب صفر او ما تكتب عادي زائد صفر الساين ال-45 واحد على جذر 2 زائد كوساين واحد على جذر 2 ناعدنا واحد هاي عدنا ناقص مقامات موحدة جذر 2 واحد زائد واحد اثنين الاثنين هاي نكتبها جذر 2 في جذر 2 نختصر وحدة هتبقى عدنا جذر 2 هنا اذا المساحة الثانية هي واحد ناقص جذر 2 هسا نيجي على المساحة الكلية وهي عبارة عن حاصل طرح او عفوا حاصل جمع المساحة الولى وهي الثانية الولى طلعت عدنا جذر 2 زائد واحد الثانية واحد ناقص جذر 2 طيب هنا طبعا ذول العددين اول تالي هاني راح اجمعهم واول تالي مجموعهم بالموجب وبالتالي المطلق ما لداعي صح ما لداعي دين هم جمع واثنين هم موجب اللي اش مخلي المطلق ثاني شي عدنا عددين طرح لازم ينطرحون طبعا هساني ما اعرف شون اطرحهم هنا طبعا ما ينطرحون هنا واحد ناقص جذر 2 ما ينطرح اللي اش ما ينطرح لان الجذر 2 هذا عدد اذا حولتها راح يصير 1.41 يعني عدد غير منتهي فبالتالي احنا لازم نبقي بها الشكل هذا ونطرحن طيب شنسوي شنسوي دولي يا ابا انت مو راح تطرحن اول تالي نبضى بطاني راح اطرحن اول تالي فما دام تطرحن اول تالي اطرحن خارج المطلق ما لداعي المطلق قلت له مو خافي يطلع سالب وعود تورطنا بعديا اذا طلعت سالب نتيجة الطرح شنسوي عود لا لا ما راح تطلع سالب راح اعلمك طريقة بحيث النتيجة هناك متطلع موجب قلت له شنه هاي الطريقة قال قدمي تشبير على صغير فما راح تطلع النتيجة ما تطلع شنو سالب بس اذا بقيني شو اطرحن نعم راح يطلع سالب فهنا المطلق ضروري حتى انه يحول النتيجة الى موجب لكن هسه هم صار غير ضروري ليش لان احنا عدنا شبير خلينا بالبداية فاللي هو جذر اثنين قيمة واحد بوينت اربعة فاصل يعني ناقص واحد فبالتالي هنا هم راح يطلع النتيجة موجب صح هسه موجب واحد وسالب واحد تروح جذر اثنين زاد جذر اثنين اثنين جذر اثنين يونت تربيع طيب يعني اخلي اذكرك بسالفة تماخذها طبعا قبل كانت عندنا خواص للمطلق يقول اذا عندنا عدد مجموعات داخل المطلق فالمطلق هنا مضروري يعني هنا راح ينجمعن اول تالي ويطلعن على وضعيتهن لكن اذا طلع او صار عندنا عدد مطروحات داخل المطلق فبهالحالة هذه هم يطلعن على وضعيتهن لكن اكو شرط هنا قلت له شنو الشرط خير قال لازم الاكس تكون اكبر من الواي يلا تطلعن على وضعيتهن قلت له ليش قال حتى لما انتطرح بره يطلع الناتج موجب تخليلي تشبير بالبداية لا ها على مود هذا طبعا والسالفة هذه قديمة ايضا مرت علينا بالقطوع بالقطع الزائد لما اننا ناخذ الفرق بين طولين محوري اننا نخلي مطلق لان الفرق قلنا بوقتها ما نعرف النتيجة موجب او سالة خصوصا انه احنا ما نعرف ياهو الشبير 2A او 2B اذا تذكرون طبعا بكل الاحوال انتهى حل السؤال وهي هي السؤال البعده السؤال البعده جد المساحة المحددة بالدالتين طيب الحل اولا نكون دالة جديدة وهي الدالة جديدة نسميها Rx وهي عبارة عن حاصل طرح الدوالة الاثنين الاولى sin x ناقص الثانية sin x cos x اهاي دالتنا جديدة اللي راح نصفرها طيب نصفر الدالة جديدة راح يصير عندنا sin x ناقص sin x cos x يساوينا صفر نجي نحاول انحل هاي المعادلة هناك عام المشترك هو منه sin x فيبقى لنا واحد ناقص cos x يساوينا صفر اذا اما sin x يساوي صفر هاي بها قانون انتفقنا بالدرس اللي فات قلنا الساين يم تتصفر الساين يا زاوية تخليها تساوي صفر فقلنا لما الزاوية تكون صفر زائدا n by وكتبنا القانون هذا n by هذا قانون الساين اتفقنا انه الان هي اعداد تنتمي الى منو الى زت وبما انه فترتي موجبة فراح اختار قيم طبعا الصفر اول واحد اصلا موجود بالفترة واختار n يساوي واحد اختار n يساوي اثنيين معروف كم قيمة اختار هسا راح تبين طبعا بعد ما نعوض ونعوض بهذا القانون اذا اكس لما اعوض صفر ستصير شنو ستصير صفر يعني صفر by صفر هل تنتمي للفترة نعم تنتمي لكنها لا تجز عندما n واحد اعوض هنا واحد by راح يصير by هل تنتمي للفترة نعم تنتمي ولكنها تجز طيب عندما n اثنين هل تنتمي للفترة اي نعم راح يطلع 2 by تنتمي للفترة ولكنها لا تجز تمام نستمر ناخذ n 3 لان احنا نبطل مناخذ لما القيمة تطلع ما تنتمي لما نعوض n 3 هاي راح سصير 3 by عاد هالمرة ما تنتمي فنتوقف بعد ما اكو داعي ناخذ اللي بعده لان اكيد ما راح ننتمي اذا هذا كل اما نرجع على او واحد ناقص كوساين الاكس يساوي صفور نعزل اذا كوساين الاكس يساوي انا واحد يا زاوية كوساين واحد زوايا اللي كوساين هم واحد وموجودين بالفترة هم منه بصراحة هم الصفر وال 2 by هذول الوحيدات اللي كوساين صفر وموجودات بالفترة ها بالتالي ينتمون للفترة صفر و2 by لكن لا تجز يعني ما يجزون اذا على هالحشي هذا احنا فترتنا اللي هي من صفر ل2 by قيمة وحدة انتمت الها وجزئتها فصار عندي مساحة اولى وثانية مساحة الاولى من صفر الى by مساحة الثانية من by الى 2 by راح احسب لكم مساحة وحدة والثانية مخليها واجب عليكم راح احسب المساحة الاولى اللي هي من صفر الى by اكامل الدالة جديدة اللي هي ساين ال اكس ناقص ساين كوساين ساين كوساين الساين تكاملها السالب كوساين هنا عدنا دالة ومشتقتها راح نعتبر الدالة هي الساين مشتقتها كوساين موجودة إذا راح نكامل الأس هنا في 2 على 2 نعود طبعا مرة بالباي مرة بالصفور السالب كوساين الباي ناقص ساين الباي الكل تربيع على 2 عوضنا بالباي ناقص نعوض بالصفر سالب كوساين الصفر ناقص ساين الصفر الكل تربيع على 2 تمام ساين الباي صفر وساين الصفر صفر إذا نبقى نعيدنا ذولي كوساين الباي سالب بواحداني عندي سالب قبلها يعني موجب بواحد هنا عدنا سالب في سالب راح يصير موجب كوساين الصفر واحد نتيجة تطلعي 2 هاي المساحة الأولى أما المساحة الثانية فواجب عليك بعدين طبعاً وراء ما نطلع المساحة الثانية تجمعهم طلع المساحة الكلية السؤال الأخير موضوعنا موضوع المساحات جد المساحة المحددة بالدالة الدالة الأولى Fx يساوي 2 ساين x زاد واحد والدالة الثانية Gx يساوي ساين الـ x ومحور السينات ولو العفو هنا بصراحة ماكو داعي أكتب محور السينات وبالمناسبة هاي حتى بالملزمة مصحوحوها هاي أولاً نكون دالة جديدة دالة جديدة سمها Rx هي عبارة عن الدالة الأولى 2 ساين الـ x زاد واحد ناقص الدالة الثانية ساين الـ x 2 ساين الـ x ناقص ساين الـ x ذولي حدود متشابه ساين الـ x زاد واحد إذن هاي دالتنا الجديدة نصفرها Rx تساوينا صفر إذن ساين الـ x زاد واحد يساوينا صفر نحلها بالعزل ساين الـ x تساوي سالب واحد يا زاوية ساينها سالب واحد وموجودة بهذه الفترة بصراحة موجودة بهذه الفترة وساينها سالب واحد ما موجود غير أو ماكو غير الثلاثة باي على الثنين هاي الميتين وسبعين ساينها سالب واحد ساين والها سالب واحد وموجودة بالفترة بس شنو ما تجزئ لذلك عندنا مساحة وحدة من يلوين من صفر لثلاثة باي على الثنين أحسن طبعاً لمن ما تجزئ تخلص من هاي سالفة المساحتين ومعروف شنو إن كاملها من صفر لثلاثة باي على الثنين إن كامل الدالة الجديدة ساين الـ x زاد واحد دي x ساين الـ x تكاملها سالب كوساين الـ x الواحد x نعوض مرة بالثلاثة باي على الثنين ومرة بالصفر نعوض بالثلاثة باي على الثنين سالب كوساين الـ 3 باي على الثنين زائد الـ 3 باي على الثنين عوضنا ناقص بالصفر سالب كوساين الصفر زائد الصفر صح كوساين الميتين وسبعين صفر منهم عندك صفر إذن بهاي الجهب وقتلي ثلاثة أباية على اثنين ناس سالب في السالب راح تصير موجب كوساين الصفر واحد بيون التربيع تبقى في الشكل هذا وفي الشكل أعزائي انتهى عندنا موضوع المساحات وإن شاء الله بالدرس اللي يجي موضوع المسافة موضوع المسافة اللي هو الدرس ما قبل الأخير بالفصل الرابع أو خلينا نقول الموضوع ما قبل الأخير اللي هو موضوع المسافة لكن طبعا نحن هاي السنة استثنائية فعدنا الموضوع الأخير انحدث اللي هو الحجوم الدورانية فبقان درس وحيد فقط اللي هو موضوع المسافة إن شاء الله نكمله بالدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته